السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتتبعين ومشاهدي الأعزاء القناة ساكم براهيم للعقارات المكناس اليوم تنقترح لكم واحد شقة من الفئة الكبيرة العرض نتاليوماتي تكون من ثلاثة نتال غرف مطبخ وصالون وسجل مساحة إجمالية نتال عرض نتاليومة هو 100 متر 8.26 مليون وثمن قابل للنقاش نحاولو ندخلو شوية في الوصف نتال الشقافة مباشرة من الدخل نتال الباب نتال الدار تلقو طوالة أعزكم الله من الياري كين هني البلاصة انتال لابابو وفاسك اللي كين استالسيونتا وانتال ما الحلو انتال واد الحار ماذا لم يراكبش كين هدا هو المطبخ المطبخ تبارك الله اللي مساحة انتال كبيرة كما تنشوفوا الدارنية تكون تبارك الله مئتتا تيبان تيبان للمطبخ شنو ما الحويجات اللي يقدر يستعب هزو شنو الحويج اللي ما يقدر فكما شفنا را كين تلاجة كين البلاصة انتال الفران كين البلاصة انتال كونتوار انتال البوتاجي حتى الخدمة تبارك الله اللي هي انقية ومتولة البوتاجي را بالخدمة انتعى الضالة عاد محطوط على الرخام بالنسبة اللي بلاكار انتعوا اللي تحترى بالاليمنيوم كين ما تنعرفوه خاتشكون الرطوبة بالنسبة الاليمنيوم ما تسقطرش عليه بالنسبة للعرض اللي سنقدم لكم اليوم فاااا انا سنقدم على واحد الفيديو اللي سيفطه للناس انتال الشقة هذي ما عنديش عليها واحد المعلومات اللي هي دي ايا كثيرة فالمعلومات اللي متوفرين عندي عادي نقدمهم وبالنسبة للباقي انتال المعلومات فممكن انكم تصلوا براقم انتع صاحب هاد المنزل هادا اللي ديم خليه ان شاء الله فالآخر انتع هاد الفيديو هادا دار تبارك الله اللي بالنسبة للخدمان انتع الفينيوس انتع تبارك الله رانقيا السبغة راه مادغن اخر ما كان بالنسبة للسبغة بلاتينية كان كورنيزة انتع القبز بالنسبة للارضية الفينيوس كما شفنا المطبخ بالرخام انتعه بالفينيوس انتعه في الحيوطة البيبان منه انتع البواروج هذا اللي خدمة اللي ينقيا فكما اقلت لكم الفيديو انا مستعن حاليا بالفيديو انتع مالين هاد العقار هادا انتع نخدم عليه بالنسبة للصوت فالصوت انتعنا وبالنسبة للفيديو فاحنا استعننا بالطريقة انتع التصوير انتعهم نحاولو نقدمو لكم هاد العقار هادا لان مجموعة انتع الناس اللي تتصلوا بنا على حسب العقارات اللي الاتمين انتعهم تكون من الخافضة وتكون ثلاثة انتع الغرف فاحنا الحمدلله هنا كاملين تنتعونوا باضيتنا فمن اللي بن هاد العقار هادا بغيت نقترحو على الناس اللي متبعين هاد القناة هادي ممكن الى كان العقار طيلاق لكم فالرقم كما قلنا نتع صاحب هاد العقار هادا هاد ينخليه ان شاء الله في اخر الفيديو وبالنسبة للناس اللي اندهم تحفظ على انهم بغوا شقاق اللي تكون اه محفظة ان العقار اللي تنقدمو لكم اليوم هاد الحي هادا اللي تيتواجد فيه فغالبا هاد يكون تحفظ ما واصل شيء الاحياء القديمة را كنت عارفوها كيفاش الاحياء اه اللي تتكون شبه شابية فاحنا حاليا المعلومات اللي تتوصلت بها فهذا العقار هادا كان في سيدي بوزكري اه بالضبط جزئات الامل اه ام ام ممكن تتذكر الاسم الثاني اه اه فانت فيه تسمى دوار موسى من القرب من المسجد فهذه هي المعلومات اللي تتوصلت بها وبالنسبة الناس اللي تتسعر في هاد المنطقة هاد اكتر مني لان على ذكر انا مش يولد اه المدينة نتعم في ناس مع الاحياء القديمة ما عطا نعرفها شيء مزيان فممكن ان الناس اللي كانت يهمهم هاد العقار وبغاو يدروا زيارة لهاد العقار فيك فيهم انهم ياخدوا معيد مع صاحب هاد الشقة هادي واذا تفهمتو كما تنقولو اللي كمال بالخير فحنا هدي كمساعدة من عندنا اننا بغينا نقدمو لكم هاد العقار لان بان التمنتو اللي هو مناسب اه احرا نقولو رخيص بالنسبة للحية ما عنديش علي واحد المعلومات كافية بالنسبة للناس اللي تتشاهدوا هاد الفيديو هادا ممكن انهم يخليونا في في الكومنتر المميزات انتعاد الحية هادا فكما تنعرفو اشتاد الاحية هادو اللي تيكونو الشيبه الشعبية هادا تكون كيومو الكتفة سكانية اللي هي كبيرة وكما الواحد شنو تيفضل في ندي اسكن فبحال هاد الاحياء تطلق جميع المرافق تقريبا المتوفرة تطلق المحطن تاع الطاكسي تطلق السويقة تطلق المسجد تطلق المدارس فكما تنقولو علاش اللي القدرات الشرائية انتعو ما تتسمح ليش انه يشري ثلاثة انتاع الغرف في واحد الحي اللي يكون راقي فما يبق فيها باس الاخدف واحد الحي اللي هو متوسط واللا ياخد في السكن الاقتصادي يتيبقى على حساب الاختيار كان بزاف متاع الناس اللي يفضلوا انه انتاع السكن وكان بزاف متاع الناس اللي يفضلوا السكن الاقتصادي فحنا تنوصل لكم المعلومة كمائية وانتم كل واحدة يشوف كما تنقولو الحاجة اللي غادي تسلكو للحاجة اللي يتبالي فكما قلنا العقار نتاع اليوماتي تواجد في الطابق الثاني في واحد الايقامة اللي تتكون من سفلي جوج نتاع الطوابق كل طابق في شقة واحدة هاد الشقة اللي تنقترحه لكم حاليا فكما قلنا تتواجد في الطابق الثاني اللي الناس اللي تبارك الله اللي كانوا هم اللي بنوا هالدراضي فالخدمة تبارك الله رائعا نقيا وإلا كانوا خداو شقة من عند مقاول فالفينيسيون اللي يتبارك الله كما تنقولو نتاع الوقت القبس بالنسبة للبلافون في القبس في البلايس كماشفنا نتاع اللي سبط متاعهم السباغة كاملا بلاتينيا الاليمينيون بالنسبة للمطبخ رائع بالنسبة للغورة فراكية للغورة فنتاع النوم اللي مريون متاعها الاختماء تبارك الله اللي هي نقيا وصراحة كما قلنا الحي اللي سنتواجدو في حاليا ما عنديش نبيوة الدراية اللي هي اللي هي كبيرة تعذر علينا اننا ننتقلو لعد المكان هذا باش ناخدوه الفيديو وناخدو جميع المعلومات فاكتفينا اننا ناخدوه الفيديو لاننا مجموعة انتاع الاحياء اللي تنخدمو فيها تنتقلو مع الناس لعين المكان واحد المجموعة انتاع الاحياء اللي تيكون عندنا صعوبة اننا ننتقلو البعد انتاع المكان ولا خاصة الاتمينة اللي تتكون منخافضة تيكون واحد الاقبال اللي هو كبير ما ديش يمكن لك هذا يتبقى من حاصر خدام كما تنقلو في بلاسة واحدة فمساحة اجمالية كما قلنا انتا 100 متر 8 شقة كما قلنا هو 26 مليون بالنسبة للثمان التي توصلت بها من عند صاحب الشقة والثمان ممكن انه تيقول ممكن انه الثمانية تنقش الحي اللي تنتوجدو فيه كما قلنا الحي انتا تتسمى دوار موسى الاسم الجديد انتا اه حي الامل من القرب من المسجد اللي كان انتا دوار موسى اللي غالبا تكون الطرق هي الطرق انتا سيلي بوزكري الطرق انتا مدخنة المدينة اللي تتدوز على لافاك تقريبا ما عنديش واحد صراحة اندير ايب هاد الاحياء هادو للك تقدير وممكن كما قلنا في كومنتر للناس اللي عندهم معلومات كتر على هاد الاحياء هادو يخليونا في كومنتر هذا الغرفة الغرفة الثانية اللي هي غرفة انتا الاطفال والغرفة انتا الوليدات بحتها يتبرك الله المساح انتاها كما شاهدنا الغرفة كاملة كبار الصالون اللي هو كبير كان عندنا السيجر وثلاثة انتاها الغرفة بعد الثمان هذا وفادلها في نيسيون كما تنشوفه هادو اللي سانيطير بالنسبة البريز الخدمات اللي تنتع الشقة كاملة ارى خدمة اللي هي اللي هي تبارك الله نقية البريز بالنسبة للعقر اللي سنقدم لكم اليوم كما قلنا غالبا خلاص ماشي محفظ ممكن الطريقة التالبية تكون عدلية ولا التنازل ما عنديش معلومة كما قلنا على هاد طريقة التالبية اللي تتم بها العملية بالنسبة لهاد الاحياء هادو فكما قلنا اللي بغى معلومات كتر قد نخليل لكم الرقم صاحب الشقة ولا السيد اللي مكلفوا ولا الابن صاحب هذا الشقة اللي ممكن انه يزيد بمعلومات اللي هي اكثر فالمعلومات اللي تنتفر عليها هادو ممكن انكم انتوما كما تنقلوا تزيدوا تسولوا تبحتوا على رأسكم قصر سنشكركم على الوفاء انتاكم ولا تتبع الفيديو احتلاث المرحلة هادو بالنسبة الناس اللي مازال ما مشاركينش في القناة وكانت يهمهم العقار وبغاوي يشاركو فمرحبا بيوم والناس اللي مشاركين يدعموا هذا القناة هادو بليجين بلي كومنتار لتشجع المجهودات اللي تنقموا بها سنشكركم المرة الثانية للوفاء انتاكم وإلى شقة أخرى وعقر أخر ان شاء الله دمتم كراية له